موسكو ينضم إلينا دكتور أديب السيد المحلل السياسي دكتور أديب كيف تنظر موسكو إلى هذا التصعيد الذي يزداد يوما بعد يوم بين أمريكا وإيران مساء الخير القلق هو العنوان الأساسي لموقف موسكو حيال التطورات الجارية في المنطقة فروسيا على قناعة تامة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك استراتيجية متكاملة وواضحة للتعامل مع الشأن الإيراني وهي ترى أن الضغوطات الأمريكية لن تفلح في ثني إيران عن موقفها وهي ترى أنه يتوجه على واشنطن العودة للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني وإذا قرأنا جيدا في الأدبيات السياسية والإعلامية الروسية فهتتبلور قناعة للروس بأنه حتى في حالة نشبت حرب في المنطقة فإن هذا أولا سيسبب قلق كبير في روسيا وربما لأن هذه المنطقة قريبة من الحدود الروسية أولا ولأن هناك مصالح متقاطعة متعددة بين طهران وموسكو ثانيا موسكو على قناعة بأن نشوب الحرب لن يؤدي إلى أي نتائج سياسية ستغير من الواقع السياسي وإن كان ستؤدي إلى شيء المنطقة برمتها أو ربما العالم منذ سنوات يشهد أو يعاصر حروبا بالوكالة كيف ستكون طبيعة هذه الحرب إذا ما نشبت هذه المرة هل هي حرب مباشرة بين الطرفين أم أنها أيضا ستأخذ شكل الحرب بالوكالة للأسف كما قلتم في تقريركم فالتصعيد هو السمة الأساسية للوضع في المنطقة حاليا وكافة الأمور تشير إلى أن احتمالات نشوب مجابهة عسكرية شاملة ستكون محتملة للغاية ولذلك مع الحشود العسكرية الأمريكية ومع الموقف الإيراني الرافض للعودة لمفاوضات جديدة لاتفاق نووي جديد يبدو أن التطورات تسير نحو مجابهة عسكرية مباشرة أين ستكون موسكو من هذه المجابهة؟ أعتقد أن الرئيس بوتين بنفسه أجاب على هذا السؤال أمس عندما قال أن روسيا ليست فريقة إطفاء بإمكانه التحرك دائما لإنقاذ المواقف وأنه يتوجب على كافة الأطراف المعنية بما في ذلك واشنطن والاتحاد الأوروبي وإيران مراجعة مواقفهما لذا فإن روسيا ستجد نفسها في موقف حرج وإن كانت ستعمل جاهدة في محاولة أخيرة لإحتواء الموقف لسيما وأن الروس لم يحصلوا على جواب قاطع مطمئن خلال المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي بأنه لن تكون هناك مجابهة عسكرية وكان الغموض هو سيد التفسيرات الأمريكية هنا في موسكو للتطورات لذا فإن روسيا ستقوم بمحاولات متكررة لإقناع إيران بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لأن روسيا ترى أنه في حال أصرت إيران على المضي قدمت في خطواتها وإجراءاتها حيال هذا الاتفاق فإن العالم سينسى أن واشنطن هي التي انسحبت منذ أكثر من عام من هذا الاتفاق وسيتم تحبيل المسئولية على إيران لذا تدعو روسيا إيران للتأني وعدم اتخاذ الإجراءات ربما تكون عاطفية شكرا جزيلا لك من موسكو أديب السيد المحلل السياسي شكرا جزيلا لك من مرضى شكرا جزيلا لتواجئ لك